الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء تدمع فيه العيون لأن فيه تشوق وتدمني لها الجبين فديلة الشيخ صالح للفوزان وحفظه الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أن أول ما يوضع الإنسان في القبل وينصرف الناس وإنه ليسمع قرع عالهم منصرفين يأتيه ملكان فيجلسانه وتعود روحه إلى جسدي ويحيى حياة برزقية يسألانه من ربك وما دينك وما نبيك إذا أجاب على هذه الأسئلة نجى إن قال الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولي فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها ويوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويؤتى له بفراش بفراش من الجنة وينعم في قبره وهذا أمر غيبي لو فتحنا القبر لم نجد شيئا لأن الميت في عالم ونحن في عالم آخر في أشياء في الدنيا لا ترى روحك لا ترى عقلك ولا ترى الجن مع أنهم موجودين ليس كل شيء إلا يراه الإنسان يكذب فيه هناك عوالم وأشياء لا يراها إلا الله عز وجل ومن عذاب القبر وعلى الإنسان أن يتدخل بعقلي في هذه الأمور أما إذا أجاب الميت بقول لا أدري من ربك لا أدري ما دينك لا أدري ما نبيك لا أدري حتى وإن كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة وخطيب ومتحدث متمكن لكنه إذا لم يكن في القبر إذا لم يكن في القبر ويعجز عن الجواب الأساس والإيمان في الإجابة وليس يتعلسم له إيمان فالذي يتعلسم ليس له إيمان والحفظ والزكاء فالمنافق يقول لا أدري ما أنه يكون عالم في الدنيا فيفتح له بابا إلى النار ويضيق عليه قبره ويفرش له فراش من النار عذاب القبر أو نعيمه ثابت في السنة النبوية حيث قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعودوا بالله من أربع من عذاب جهنم أو من عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح البدال وفي القرآن أشارات لعذاب القبر قال تعالى ونزقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يبجعون وقالوا هذا عذاب القبر أو عذاب الدنيا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى